قام وزير الداخلية العقيدة محمد الشيخ صباح أمس السبت بزيارة مفاجئة لمنفذ رأس جدير البر حيث التقى مدير المنفذ والقيادات الأمنية الموجودة هناك وتناقش معهم بما يخص الوضع الأمن بالمنفذ كما قام السيد الوزير بجولة ميدانية داخل المنفذ حيث لاحظ الحضور الضعيف لرجال الأمن وقد أصدر تعليمات لمدير المنفذ بإحالة كشوفات بأسماء الأشخاص والعناصر الأمنية المتغيبة عن العمل وذلك الاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإيقاف مرتباتهم حتى يباشر أعمالهم كما لاحظ أيضا عدم وجود رجال جمارك بشكل نهائي تقريبا حيث أفاد بأنه سوف يقوم بالاتصال بوزير المنية ليطلعه على الأمر لكي يتخذ بدوره الإجراءات القانونية مع عناصر الجمارك كما أصدر تعليماته لإدارة الشؤون الفنية والاتصالات تابعة لوزارة الداخلية بشأن تأمين المنفذ بما فيها كاميرات المراقبة والاتصالات للوقوف على عمل المنفذ على حقيقة دون مواربة أو دون ترتيب سابق أو مسبق الحقيقة وجدت للأسف أن المنفذ يعوز كثير من المسائل أو كثير من الأشياء هناك عزوف كامل من رجال أمن انتظامه في العمل عدم وجود التجهيزات والمعدات غياب الرجال جمارك بشكل أعتقد ربما نقول بشكل نهائي إلا ما نذر العمل كل عمل بداي ترتب عليه ازدحام وكتضار وهذا تعطيل لمصالح الناس أعطينا تعليماتنا إن شاء الله لرجال للعمل المرور والإدارة العامة للهجرة غير شرعية لأنه هو منفذ ينسى من خلالها كثير من الرعاية بشكل تهريب أو سكان بشر أو بضايع سنقوم بمعالج كثير من المواضيع ذات العلاقة بوزارة الداخلية من زيادة عناصر الأمنية ودعم المنفذ سنقل بعض المواضيع ذات اختصاص أصيل لبعض الوزارات لمزل الزرارة المناقشتها منقشة شاملة لأن المنفذ هو منفذ سيادي لا يقتصر على الوزارة الداخلية وحدها